تصعيد سياسي جديد في لبنان طرفاه الرئيس ميشيل عون من جهة ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى فالأخير رد على تصريحات الرئيس عون التي وضع الحريري فيها أمام خياري تشكيل الحكومة أو التنحي الحريري قال إنه تفاجأ بدعوة عون عبر كلمة متلفزة لزيارة قصر بعبد الجمهوري في بيروت لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبية وفقا للمعايير الدستورية الرغم زيارة الحريري لعون 16 مرة سابقة لبحث التشكيلة الجديدة ووقف الانهيار الذي تعيشه البلاد مطالبا عون بمصارحة اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة البرلمان الذي اختار الحريري مرة أخرى لهذه المهمة ومنعه منذ أكثر من خمسة أشهر من تأليف حكومة غير حزبية واختصار معاناة وآلام اللبنانيين أبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة خروج الأزمة السياسية إلى العلن بإعلان الحريري جاءت بعد أن وضع الرئيس اللبناني رئيس الحكومة المكلف أمام خياري تشكيل حكومة على وجه السرعة أو التنحي عن هذه المهمة وتركها لشخصية أخرى حيث صرح عون بأن الحريري تقدم بمسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى مما وصفه بالتوازن الوطني والميثاقية داعيا الأخير إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني دون حجج أو تأخير وعلى وقع الاحتقان السياسي المستمر وتأخر بوادر الانفراجة نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية يستمر غليان الشارع اللبناني الناقم على تأخير تشكيل حكومة جديدة تشرع في وقف نزيف البلاد اقتصاديا وتحتوي الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد لا سيما بعد إعلان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن عزم الحكومة الحالية تخفيض السعر الرسمي للليرة مقابل الدولار كحل مؤقت لوقف التدهور السريع للعملة بعد أن بدت خزائن البلاد شبه خاوية باحتياطي نقدي من العملات الأجنبية لا يتجاوز 16 مليار دولار ويكفي لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر مقبلة على أكبر تقدير وما بعد ذلك هو المجهول هكذا هو المشهد في لبنان الجريح